اشتركوا في القناة تنطلق مشاركة مملكة البحرين اليوم الاثنين في اعمال الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة بمقر الامم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة حيث يلقي مع الشيخ خالد بن احمد الخليفة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في هذه الدورة نيابة عن صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله كما تلقي الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالا الانصاري كلمة المجموعة العربية اعلان المنامة في الجلسة الافتتاحية في سابقة هي الاولى من نوعها على المستوى العربي وتقام اليوم الاثنين ايضا فعالية الاعلان الرسمي على المستوى العالمي للتعريف بجائزة الاميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة الى جانب توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاعلى للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمرأة ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في اعمال هذه الدورة كلا من سعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة ومعالي الشيخ خالد بن احمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة الاستاذة هالا محمد جابر الانصاري اميني عام المجلس الاعلى للمرأة ومعالي السفيرة الشيخة هي بنت راشد الخليفة رئيسة مجلس امناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وسعادة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي وسعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس ادارة صندوق العمل تمكين وسعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات جيبك والكاتبة الصحفية السيدة سوسن علي الشاعر هذا وتهدف جائزة الاميرة سبيكا بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة الى بيان اهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال اجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الصعود وابراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية المواجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في احداث التغيير الايجابي في واقعها نحو حياة اكثر استقرارا وانتاجية يأتي اطلق هذه الجائزة على المستوى العالمي لابراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني يأتي اليوم كنتاج لرؤية سموها الرائدة وتطلعاتها بتعظيم واستدامة مشاركة المرأة البحرينية كشريكا اساسيا في تنمية اقتصادنا الوطني